جريمة مروعة جديدة ضحيتها أطفال مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس بالولايات المتحدة تعيد إلى الأذهان جرائم الكراهية والعنصرية التي تسود البلاد منذ عقود في ظل لوبيات سلاح نافذة ومؤثرة في القرار السياسي الرئيس جو بايدن الذي كان يحاول إظهار قوة أمريكا على المسرح الدولي يبدو أنه أخفق في إعادة توحيد الأمريكيين كما وعد قبيل وصوله إلى البيت الأبيض مع تزايد حالات القتل العشوائي ونشر ملفات الفساد والادعاءات بتزوير الانتخابات التي تمثل عنوين المشهد الأمريكي الراهن متى حبا بالله سنقف بوجه لوبي الأسلحة كان أملي عندما أصبحت رئيسا أن لا أضطر لأن أفعل هذا الأمر أنا مش مأز وتعب ارتباط قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكثير من اللوبيات المؤثرة وعلى رأسها لوب السلاح يزيد من تعقيد المشهد نظرا إلى تداخلها في شبكات معقدة ما يبرز عجز الكونغرس عن وضع حد لهذه الظاهرة يبدو أن شابا مختلا عقليا حاول قتل جدته ثم تحطمت سيارته فاقتحم مدرسة ابتدائية وبدأ بالقتل قتل ما لا يقل عن 19 طفلا ومدرسين اثنين من دون سبب واضح على الإطلاق إلى زملاء الجمهوريين تخيلوا لو حدث ذلك معكم هل يمكنكم أن تسامحوا أنفسكم ضعوا أنفسكم في مكان هؤلاء الأباء بدلا من أحضان لوب السلاح تراجع الفرص الاقتصادية مع ارتفاع الأسعار غير المسبوق وبروز أثرياء جدد مثلت عوامل إضافية تزيد من خطورة المشهد الراهن في ظل الاستقطابات السياسية الحادة مع بدء حملات الانتخابات النصفية التي تجعل من ردم الهوة بين مكونات المجتمع الأمريكي أمر صعبا في الوقت الراهن على أقل تقدير حالة مرضية مزمنة تعيشها الولايات المتحدة عنوانها جرائم القتل الفردي والجماعي حالة يعزوها البعض إلى الإعزالية والفردية التي تطبع حياة أبناء المجتمع الأمريكي محمد كريم واشنطن الميادين